السلام عليكم أعزاء الطلبة هنيئا لكم بالنجاح في مصاركم الدراسي المكلل بالحصول على شهادة البكالوريا وبما أن هذا النجاح هو نقطة الوصل بين التعليم الثانوي والتعليم العالي تعمد الأسرة الجامعية على التعريف بفرع اللغة الروسية بما أنكم جدد في هذا الميدان وذلك لتسهيل اختياراتكم تندرج اللغة الروسية ضمن قسم من الأقسام الأربعة لكلية اللغات الأجنبية لجامع تهران إتنان ألا وهو قسم اللغة الألمانية والروسية تدرس اللغة الروسية بنظام LMD بأطواره الثلاث ألا وهي في الطور الأول تخصص واحد وهو لسانس أكاديمي في اللغة الروسية حيث يتوجب على الطالب الحصول على رسيد 180 في مدة 3 سنوات وكحد أقصى 5 سنوات ينقسم هذا الطور إلى 6 فصول دراسية كل فصل رسيده 30 الطور التاني ماستر في الطور التاني تخصص واحد وهو ماستر أكاديمي في علوم اللغة بحيث يكون رسيده 120 في مدة سنتين وكحد أقصى 3 سنوات وينقسم إلى 4 فصول دراسية أما الطور الثالث والأخير دكتوراه فلعرف من أهم شروط الالتحاق به تحصل الطالب على شهادة الماستر علاوة على نجاحه في مسابقة الامتحان الكتابي لشهادة الدكتوراه رسيده 180 في مدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد سنة أو إثنتين بشكل استثنائي من قبل رئيس المؤسسة بناء على اقتراح من المشرف على الأطروحة وبموافقة اللجنة العلمية تقبل الأطروحة على أساس حصول الطالب على 180 نقطة خلال مصاره أي 100 نقطة على الأطروحة 30 نقطة على التدريب في السنة الأولى 50 نقطة كحد أدنى للنشاط العلمي إن أهمية تعلم اللغات الأجنبية كان وسيظل دائما وسيلة لنقل المعرفة في جميع محاورها نهيك عن زيادة التواصل وتعزيز الحياة المهنية وتنمية القدرات العقلية واكتساب العديد من المهارات إضافة إلى تعميق الارتباط بالثقافات الأخرى وفي الأخير الصفر حول العالم تعتبر اللغة الروسية أكثر اللغات انتشاراً حيث يتجاوز عدد الناطقين بها 300 مليون شخص في العالم بين كونها لغة أم أو لغة تانية فهي تعتبر اللغة الرسمية في روسيا وبعض البلدان المجاورة لها مثل أوكرانيا بيلاروسيا كازاخستان جرغستان لاتفيا إسطونيا ولتوانيا والجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيدي سابقاً علاوة على ذلك هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة تنتمي اللغة الروسية إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية وهي واحدة من اللغات أسلافية الشرقية تدرس اللغة الروسية في مدارس وجامعات العديد من البلدان العالم بما فيها الجامعة الجزائرية فما هي شروط التسجيل في التخصص لغة الروسية؟ الشرط الأول وهو أن يكون الطالب متحصلاً على شهادة البكالوريا الشرط الثاني تكون الأولوية الأولى للطلب المتحصلين على البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية ثم تليها شعبة الأداب والفلسفة الشرط الثالث الأولوية الثانية للشعب المتبقية الشرط الرابع معدل القبول يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا ما هي أهم المواد التي تدرس في الشعبة اللغة الروسية؟ التعبير الكتابي وفيه يتعلم الطالب طريقة الكتابة من الحروف الأبجدية والكلمات وغيرها التعبير الشفوي وفيه يتعلم الطالب الكلام باللغة الروسية القواعد النحو والصرف فيه يتعلم الطالب قواعد التحويل والتصريف إلى آخره علم الصوتيات وفيه يتعلم الطالب الطريقة الصحيحة لنطق وإخراج الحروف النصوص الأدبية وفيه يتعرف على الأدباء والشعراء الروس المعروفين في هذا المجال الحضارة وفيه يتطرق الطالب إلى الحضارة الروسية منذ بداية نشأتها إلى الوقت الراهن وفي اللسانيات يدرس نشأة اللغة الروسية وفي مادة دراسة النص يقوم بتقسيم النصوص ودراستها دراسة معمقة لفهم فحواها بشكل أفضل ما هي النتيجة المرجوة من تعلم اللغة الروسية كلغة أجنبية؟ الإتقان الكامل للغة الروسية من الناحية الصوتية اكتساب مهارة القراءة، الكتابة، السمع والكلام باللغة الروسية تعلم ثقافة وحضارة بلد يختلف تماما عن حضارة وتقافة بلدنا ما هي مجالات العمل المتاحة بعد نهاية التكوين؟ التدريس في الجامعة الصحافة الترجمة الأدبية التقنية والعلمية العلوم والاتصالات التربية والتعليم الخاص السلك الدبلوماسي والسلك العسكري السلام عليكم، معكم الطالبة جرموني مريم طالبة سنة أولى ماسر لغة الروسية، كما تمنيت أن يكون عددنا كبير في اللغة الروسية لأنها لغة جد جد هائلة وجد سهلة أتمنى التوفيق لكل طالب في اللغة الروسية وأتمنى أن تلقى هذه اللغة نصيبها لأنها لغة جديدة ومهمة في هذا الإطار الجامعي وتمنيت بها أن أكون مترجمة، إن شاء الله أحقق حلمي عن قريب السلام عليكم، أنا الطالبة بالعيد نورودا، أدرس سنة ثانية لغة روسية في جامعة وهران محمد بن أحمد أنا طالبة اللغة الروسية، نحب هذا التخصص ونطلق للحصول على أعلى العلامات فيه محمد بن أحمد وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في الإلمان بالمعلومات في هذا التقديم وساعدنا الطالب في تحديد اختيارات مصاره الجامعي تمنياتنا لأعزائنا الطلبة بمشوار مكلل بالنجاح والتوفيق